السلام عليكم وإياكم محمد خان بعدما كملنا الجمجمة والعضلات الخاصة بها والشرين اليوم سنأخذ الرقبة أو النيك سنأخذ العضلات الخاصة بها سنأخذ بعض الأعصاب سنأخذ الفاشة جميع المعلومات المفروض نعرفها عن هذا الموضوع الذي طبعاً هو معقد لكن إن شاء الله سيكون سهل سأجيب لك شغلة تشربها وبدون أي مقدمات زائدة كالعادة يلا نبدأ الدرس حسنا اليوم سيكون هذا هو محور محاضرتنا اليوم سنأخذ به الرقبة الذي يحتوي على الفقرات ويحتوي على تغذية الدموية التي سوف تذهب إلى الرأس وعصابه بشغلات كثيرة معقدة سنفهمها بشكل سهل سنذهب ونبدأ طبقة طبقة من الطبقة الداخلية إلى الطبقة الخارجية نرى جميع الشغلات مفروض نعرفهم عن هذا الموضوع وسنشرح أكثر سنشرح أكثر من الشرح الموجود في المنزمة لماذا؟ لأنها لاحظت أن المنهج مقسم إلى ثلاثة أقسام تقريباً بالنك أو بالرقبة سأعطيكم تقريباً 80% من الثلاث محاضرات مع بعضهم وبعض حتى يصير عليكم موضوع سهل لما تذهب إلى المنزمة الثانية أو المحاضرة اللي بعدها والمحاضرة اللي بعدها يكون كل الشغلات التي تعرفوها أو كل الشغلات التي أخذناها اليوم تعتبرون أنتم عارفينها وسهلة عليكم والأمور كلها طيبة ممتاز نبدأ الآن بالأساسيات المعلومات العامة الرقبة هي المكان الذي يحمل الرأس ويدعمه وهي ما يحدث هنا؟ يدخل التغذية الدموية التي سوف تذهب إلى الرأس وإلى الوجه وإن شاء الله تكلمنا كثيراً عن الرأس والعظام والعضلات وإن شاء الله لا نتطرق لها كثيراً اليوم نأخذ الجهة السفلية فقط نأخذ أول شيء وأكثر شيء يبين عندنا لهم العمود الفقري وبالتحديد الفقرات العنقية وعددهم سبعة أول شيء ماذا تسمى؟ تسمى بالسيرفيكال فيرتيبرا فيرتيبرا واحدة سيرفيكال فيرتيبرا وعددهم سبعة ماذا تعرفهم؟ أنهم مرقمات C1, C2, C3, C4 C معناها سيرفيكال بعدين نضع الرقم إلى حد C7 إذا نأخذ الفقرات العنقية سنجد الفقرات العنقية بها الأولى والثانية مميزات الأولى والثانية مميزات البقيات يعتبرون أنهم يشبهون بعض دعنا نرى بالنسبة للـ C1 هذه C1 ماذا تسمى؟ هذه تسمى بالأطلس أطلس أطلس أو C1 أو أطلس أو C1 لماذا تسمى أطلس؟ طبعا أطلس عبارة عن ما يسمونها؟ يعني مثل الخرافات الغريقية أن الأطلس هو عبارة عن الشخص الذي حامل الكرة الأرضية لماذا؟ أن هي التي تحمل رأسك ولذلك تسموها بهذا الاسم ما مميز بها؟ مميز بها أن تحتوي على أسطح للتمفصل ما تجعلك؟ تجعلك تقول نعم نعم مثلا تحرك رأسك قل نعم الرأس سينزل بهذا الشكل سيركب هذه هي الفقرة التي تجعلك هذا الشيء ومنطقيا إذا ترى الطريقة التي يتمفصل فيها هذا المكان على الجمجمة ستجدون أنها منطقية صحنا مصح؟ هذا ما تسمى؟ هذا يتسمى بال Occipital Condyl هذه تسمى بالOctylation أنها جاءة في منطقة أو في عظمة الأوكسبيتال حسنا؟ فهي اسمها Occipital Condyl وهي شنو؟ هذه التي تجلس فيها الأوكسبيتال وعندما تكون جالسة هنا وتحرك رأسك ما سيحدث؟ هذه ستحتكب هذه الطريقة ما ستفعل؟ ستجعل رأسك يقول نعم نعم يعني كيف تنزل رأسك لأسفل وتركبها إلى أعلى تمام الثانية تسمى بالC2 أو تسمى بالAxis Axis Axis معنى محور صح لا مصح؟ ما معنى محورية؟ هي التي تجعلك تقول لا لا الأولى تقول لك نعم وهي الطريقة نعم ثانية تقول لك لا معنى أول مرة ستقول E تطلع وتعوف الدراسة ستقول E بعدين ستتندم ستقول لا فالC1 أول مرة ستقول E أول مرة بعدين ثانية ورة ثانية واحدة ستقول لا أوكي؟ فهذه هي شنو؟ هذه هي الأكسس الأكسس بها شغلة مميزة؟ بها مثل البروز هذا هذا يسمى بالDense وهو عبارة عند مكان يتلتصق فيها هذه العظمة بشنو؟ بعظمة C1 جاء تشاهده هاي C1 أو الأطلس تمام؟ وشنو تخليك تقول لا تتحرك من اسمه؟ محورية أكسس محورية الباقيات ما بهم أي شيء؟ تمام؟ C3 C4 C5 C وشنو المميز بهم؟ أن تطلع من عندهم عصاب وهي العصاب التي تكون خارجة من النخاء الشوكي وتسمى هذه العصاب على حسب الفقرة اللي خارج من عندها تمام؟ فعندنا العصاب اللي خارج من فوق الفرتيبرا أو من فوق الفقرة هو اللي نسميه باسم الفقرة يعني إذا اضجها هنا هنا هذا سنسميه ماهذا؟ سنسميه C3 لماذا؟ هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة فوقها أوكي؟ مع أنه بالأمانة يأتي ما بين C2 والC3 بس كيف نعرفها؟ مثل بالضبط اللي هو النبتة لما تضع نبتة تضعها في أصيص أو في إناء أو نحن بالعلاقية نقول سندانة صح لا؟ ما سيحدث؟ النبتة سوف تخرج فوق الأصيص فهي النبتة تابعة للأصيص فانت ترى من وين هي طالعة ونبتة وسميها مبدئيا هاي خلصنا الفقرات طبعا إن شاء الله ثاني بالفقرات لدينا بروزات Processes هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى بال Spinal Process هذا Spinal Process بروز وطبعا الفقرة السابعة أكثر وحدة فيها Spinal Process وهذا الشيء اللي يجعله نهاية الفقرات العنقية سوف تصبح لدينا إنسان يبين من البروز هذا جاء من هاي وهذا هذا عبارة عن بروز ثانية ماذا جاء مستعرض؟ ما سنسمى؟ سنسمى Transverse هذا سنسمى Transverse Process هذا هذا البروز هذا وهذا الBody أو الجسم الخاص بالفقرات كما ترى وفيها حفر يمشي بها Vertebral Artery صح لا ما صح تكلمنا عليه في محاضرة سابقة بما أنه جاء بالTransverse Process سنسمى Transverse Foramen ممتاز يمشي بها Vertebral Artery ويغذي هذه المناطق سوف يذهب ويدخل عن طريق هذا المكان اللي هو ويغذينا الجهة الخلفية من الدماغ ممتاز جدا فقط عرفنا أول جزء من محاضرتنا اليوم اللي هو Cervical Vertebral أو الفقرات العنقية ممتاز جدا نأخذ ماذا؟ نأخذ هذه العظمة لاحظوا أن هذه العظمة أول ما يمويز بها أنها العظمة الوحيدة التي تكون سابحة سابحة يعني لا يوجد عظمة أخرى تمسكها تمسكها مجموعة من الأربط نأخذها بعض لكن ما هي عظمة ثابحة تشبه حرف LU أو تشبه حدوة الحصان مثل ما تريد أن تسميها ما اسمها؟ ما اسمها Hyoid bone مهمة جدا محاضرتنا اليوم الا أناتم الخاص بها هذا يسمى أو الجسم عندها اثنين قرنين قرن كبير هذا قرن صغير جدا هذا اسمه lesser horn وهذا اسمه greater horn أو تسمى بالcorno هذا lesser corno وهذا greater corno تمسك بها مجموعة من العضلات والأربطة حتى شنو تساعدنا؟ تساعدنا في عملية اللي هو ترتيب هذا المكان هنا عدنا موشن عدنا المريء وعدنا اللارنكس صح لم صح وعدنا مجموعة من العضلات الخاصة بالرقبة تساعد في عملية البلع وتساعد في عملية ترتيب أو تنسيق المكان الخاص بالتريكيا والثايرويد يبقى عن مثل الصلب الذي يعطي الدعام لهذا الشكل بما أنه هذا الشكل ما ناشى الأنسجة التي تكون تحتها ستأخذ نفس هذا الشكل تقريبا فهذا هو الثاني الذي يسمى بالهايويد ننسى أن نأخذ شغالات بسيطة جدا هذه ما اسمها؟ هذه اسمها عضمة الترقبة صح لا مصح؟ هذه عضمة الترقبة ماذا تسمى؟ تسمى بالكلافيكل كلافيكل كلافيكل الكلافيكل مرتبطة بهذه عضمة الصدر ماذا اسمها؟ هذه اسمها ستيرنوم وتنقسمنا هذا اسمه منوبريوم اسمه منوبريوم ما اسمه ما اسمه ما اسمه لكلافيكل ودينا 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 هذا البروز الذي يسمى بالزايفويد ما سننزلي هنا لكن بما أنه لدينا عضلات كثيرة ما اسمه بهذا المكان حبيت بس أشرح لكم على هذا المكان فهذا هو الثاني شيء وتسمى أيضا عضمة هاي اسم الشائعة بريست بون والاسم العلمي تسمى بالاستيرنوم وهي اسمه تسمى بالكلافيكل ممتاز أو عظمة الترق وأكثر عظمة ينكسر ودينا هذا الظلوع بدنا بالظلوع هذا الظلوع الأول وهذا الظلوع الثاني طبعا الظلوع الأخرى ما نعلاق بهم لأنه ما تابع؟ تابع للثراسي كافيتي أو التجويف الصدري نحن لا تعمل بالتجويف الصدري فقط لأن لدينا بعض العضلات الداعمة للرقبة تمسك هنا وعندنا العضلات أخرى تمسك بالفقرة الثانية وعندنا الأولى أو الثانية وعندنا تمسك بالكلافيكل أو تمسك مرات بالمينوبريم خلص انتهى الموضوع خلصنا الآن ماذا أخذنا؟ أخذنا الدعامات الخاصة بالرقبة انتهى بعد ما لدينا شيء ماذا نفعل؟ نريد أن نزيد كل طبقة كل طبقة نرى التغذية العصبية والدموية الخاصة بهذه الطبقة وبعدين ستكون أمورنا كلها تمام نأخذ الآن طبقات غريبة ما سنطول بهم هذه العبارة عن الـ الحامل لمنطقة الرقبة عندما نأخذنا نتكلم عن الرقبة مكان به عضلات مكان به شرايين تتحرك مكان به ماذا نقول احنا أماكن يصور بها حركة ودق وهذه الحركة يصور بها احتكاك ماذا نقدر هذه الأعضاء تكون منزلقة على بعضها البعض وتكون مربوطة وتكون ماذا نقول ماذا نقول النسيجة الذي يعطي الدعام لهذه جميع المركبات ليس مركبات طبعا لجميع هذه الأنسجة والعضلات والشرائين ويطيها الدعام بدون ما تصير أي مشاكل عن طريق شيء يسمى بالفاشة فاشة فاشة وبعض الناس سميها فيشية لكن هي الأمانة النطق الصحيح لها هو فاشة لما نتكلم عن الفاشة هو عبارة عن الأنسجة الحشوية باختصار وهو عبارة عن كونكتف تيشو أو أنسجة ضامة مهمته مهمته من اسمها أنسجة ضامة تضمن الأعضاء التي تكون موجودة في هذا المكان ماذا نفعلنا قسمنا الأنسجة الضامة التي تضم هذا المكان الخاص بالرقبة تقريبا تمام إلى أقسام القسم الأول ماذا يسمى؟ يسمى بالسوبرفيشيال فاشة الله كيف سهل؟ سوبرفيشيال شمعنا؟ هذا إنسان سوبرفيشيال سطحي ممتاز خلاص الفاشة السطحية وهي عبارة عن فاشة تغلفنا جميع الشغلات أو جميع الكمبوننت الأنسجة الموجودة في الرقبة سواء عضلات لم يكن لكم شغلات يعني جميع الأنسجة الموجودة في الرقبة سوف نختصر الوقت فجميع الأنسجة الموجودة في الرقبة تغطيها شيء يسمى بالسوبرفيشيال فاشة شنية عبارة عن مجموعة أو عبارة عن أنسجة ومهمتها الدعامة ومهمتها أن تسهل احتكاك العضلات على بعضهم البعض بدون أن تصير أي مشاكل بها سوائل وبها مواد مزلقة سوف تحرك رقبتك بدون مع تحتك عضلاتك على بعضهم وبعضهم تسبب حرارة وسبب مشاكل حسنا جزء الأول يسمى بالسوبرفيشيال فاشة حسنا الحلو أنه يحتوي على عضلة واحدة فقط ما نفعله؟ عندما نتحدث عن الطبقات سأبدأ من الداخل إلى الخارج فقط بشرح الفاشة سأبدأ من بره لجو حتى نبدأ نقشر كأنما نفعل دايسكشن هناك عملية مشهورة فأي واحد سيتخصص بكم جراحة سأقوم بها سأسمح نكدايسكشن سوف تذهب الكنسر إلى العقد اللنفوية الموجودة هنا فالمفروض علينا نفعل نكدايسكشن أو شونة الشريح للرقبة ونزيل جميع العقد اللنفوية هنا حسنا؟ كأنما نفعل نكدايسكشن ونرى بالضبط ما حدث فبالسوبرفيشيال فاشة لدينا فقط عضلة واحدة تسمى بالبلاتيزما نأخذها بقع قليل وهي العضلة التي حاليا تشنج وجهك ستصبح هنا مثل العضلة الشبكية مثل الشبكة موجودة بالرقبة تستطيع رسمها إذا تشنج وجهك ستصبح ستصبح تصبح تصبح تلمسها مثل الشبكة ومهمة تجربة وهو تنزيل الماندبل وتذهب للفاشة الخاصة بالبكتوراليس والدلتويد ممتاز نحن نأخذها لحد يقلق فهي أول شيء وهو السوبرفيشيال فاشة اللي هي هاي هاي كلها سوبرفيشيال فاشة ممتاز دعونا نقشر بما أنها شفافة فما أتبعين عليكم كثيرا ولكن تعرفوا أنها الطبقة الشفافة الأولى اللي هي هاي سأزيلها على ما نرى الجهة الداخلية ما نعطينا الآن أزلنا سوبرفيشيال فاشة لاحظوا طلعوا إيانا فاشة ثانية هاي مقارنة هاي المقارنة هاي الأولى هاي سوبرفيشيال فاشة وهذا المكان بدون سوبرفيشيال فاشة ما سنجده؟ سنجدنا يام تكون عميقة يام تكون سطحية سطحية أزلناها دخلت لدينا العميقة العميقة ماذا يحدث بها؟ العميقة سوف تأتي في أماكن معينة وسوف تعطينا سبديفجين أو تقسيمة تندرج تحت الديبفاشة وأكل يفصلوها عن الديبفاشة يعني على حسب لكن ما بها ذاك الخلاف يعني عادي حفظوها مثل ما يعاقلكم عليها وخلاص اوكي اللي هي شيء يسمى بالبريفيرتيبرال اللي هو هذا تمام؟ واعي النيبفير soucyl اللي هو هذا لما أقول لك Be Tricchial اللي هو ما قبل التريكيا اللي هو قصب الهوائي اللي هو II اللي ها papi العبادة عن فاشة مغلفة مغلفة للقصب الهوائي والإسافوغس اللي هو المريء وأيضا طبعا ماسكة بالAP ومغلفة الرحلة التيرتك like هذه اللقطة وهذه الصورة للفراشة هي Hani الفاشة الخاصة بالثايرودي غلاند فالشم سويتنا مكونتنا فاشة تسمى بالبري تريكيال فاشة بنسبة الجيل الخلفية شا حصير راح يصير ان هي سوف تأتي على هاي التجمعات مثل ما جاي تشوفون هاي هاي وش هتغلفن راح تغلفن العضلات التي تمسك بالعمود الفقري او بشنو او بالفقرات العنقية حسان شون جاء صاير حسان داخل البري برتيبرال فاشة هاي هاي الحاجة اسمعتها مبارا وانا داخلها نعم تمتد الى وين تمتد الى هذا هذا اللي هو شنو يسمى بالباكوفرينجيال فاشة نعم هذا الباكوفرينجيال فاشة هذا الفاشة غريبة بادية من الخد تخيل من الباكسينيتر مصر من الخد وبعد ما نصير خررها وكميا لانا حلو انا شرحت عليه بادية من الخد من هنا هاي هاي ورايحة بجوانب الخد هاي هي هاي جوانب الخد وبعدها رايحة اللي هو رايحة لمنطقة البلعوم هذا اللي هو الفارنكس تمام مباشر صار نازلة اسفل هذا هو نازلة بشكل سفلي ورايحة اللي هو رايحة للميدياستاينم اللي هو شنو اللي هو التجويف اللي صاير منطقة الصدر ممتاز مارك الملاقة بي، غرفوا ان شنو عندنا اذا واحد بكم داخل لان الفاشة مو كل شو يركتم عليها لكن شنو راح تخذهب لبعدين بجراحة فشنو عندنا؟ بريمييية فيها ودريتى كية الفاشة اخر واحدة شنو عندنا lobbied الشريان السوباتي الشريان السوباتي ماذا يمشون الى يمشون الاجوي ويمشون الاجوي وما انجب عصب العشرة mereka Zeal يسمى بالجي أو الغمض الخاص بالجي انجب هنا لاء النبوب سمشون انجبون فيích الكي وممتاز ممتاز فهذا يقوم بعمل نوع من الفاشة المخصصة تسمى بالكاروتيتشيث كاروتيتشيث بريتريكيال بريتريبرال ديب بعدين مغطى من الخارج سوبرفيشيال فاشة خلصنا خلص هذا الذي يريدكم تعرفوه تمام شايا سويسا رح نزيل هذه الطبقة لن بعد ما عندنا به أي حاجة رح نبدأ أول لير أو أول طبقة من العضلات يلا بنا أوكي نأخذ أول مجموعة من العضلات الموجودة في الرقبة اللي هم الكونستريكترز لما تقول لك كونستريكتر معناเหى العضلة العاصرة ممتاز هذه الكونستريكتر عبارة من مجموعة من ثلاثة عضلات ثلاثة عضلات هذه تسمى بالسيبيريور كونستريكتر موجودة وين؟ موجودة في منطقة الفارنكس أو في منطقة البلعوم بعدين عندنا واحدة ثانية جاء للأسفل هذهàng هذه اسمها الــ cونستريكتر وهذه اسمها الـ cونستريكتر أوكي عندنا ثلاثة عضلات كونستريكتر أوكي اللي فوق طبعا شرحت عليها في محاضرات أخرى تأتي من هنا من التريغو ماندبل الرافي تمسك بعدين تروح إلى الخلف بعدين إلى مثل الرافي الخاص بها ومهمتها تساعد في عملية البلع هي عاصرة تعصر البلعوم أثناء عملية البلع حتى تغلق وتنزل الأكل والميدل كونستركتور مثل ما جاءتشوفون ماسكة وين؟ ماسكة بالغريتر هون وباللسر هون حتى هو من الجهة الخلفية هذه المكان من الوضع حتى تلستعملها على الفرنجية tyle ستعملها بالفرينجيال يناس على آخر وتمسك لدينا هذه هذه الميار من هنا فكل وخوف ماستراك أول مكان ماسكة فيه في الم Ble из C Uk الخاص بالثيرويد Cartilage هنا لدينا Thcr 발 PHIL في محاضرة بلوش مجد التحديد لي الأ tight ويناس هو مكانا diesel نمهم حتى تعملها Moi رايح مبارا نفس الطيب إلى الفرنجيال رفي عندما يقول لك رافي عبارة عن التقاء عضلتين مع بعضهم البعض في مثل السبتم أو مثل الحاجز يكون صلب بصلابة هذا هو معنى كلمة رافي فتروح وتمسك بالفارنجية رافي ما هي مهمتها؟ مهمتها أنها عاصرة لهذا الأنبوب بالكامل عندما يصير بلع سيكون عصر واحدة وراء الثانية حتى تعطينا الحركة التي سوف تنزل الأكل ممتاز خلصنا هذه العضلات هذه العضلات الخاصة بالثيرويد كارتلج والأريتينويد كارتلج ما شرحت عليهم بالمحاضرة الخاصة باللارينكس لا سنشرحهم لأن نعرفهم قدناهم قبل هذه المحاضرة وخلص بعد ما لدينا أي شيء آخر ممتاز جدا هذا الشحن سأفعل سنذهب للخلف سنجدنا عضلة واحدة فقط بسيطة جدا وسهلة مثل ما تشاهدون وماذا تشاهدون هذه العضلات ما حصلتها؟ صارتها ماسكة بهذا البروز ما اسمه هذا؟ قلنا اسمها Spinosum Process Spinosum Process البروز الذي آتي من الخلف آتي من الخلف مثل ما تشاهدون الشوكي يعني البروز الشوكي هذا يتسمى بال Inter Spinalis Muscle هذا يتسمى بال من اسمها Inter Spinalis Spinal Cord ما بينه Inter Spinalis Muscle هاي Services يعني شنو بالتحديد المنطقة أو العضلات العنقية Services مهمتها أنها تسوي Extending للنك يعني شنو نتبسطه أو تمده طبعا يغذيها شنو يغذيها Posterior Ramy of the Cervical Nerves اللي هو عبارة عن شنو سنأخذها بعضا العصاب التي تخرج من النقعة الشوكي تمام تنقسم إلى anterior Posterior Ramy واحدة رايحة الأمام واحدة رايحة للخلف اوكي فهي الجهة أو مجموعة العصاب التي سوف تذهب إلى الخلف جهة Posterior هي التي سوف تغذي هذه العضلة لا أحد بها أي شيء تمام يعني عضلة بسيطة جدا خلص خلصنا أول مجموعة من العضلات سهلة جدا بسيطة اوكي نأخذ الآن الطبقة الثانية من العضلات مثلما جاء تشاهدون عضفت فقط الخاصة بالهوائية والثيرويد كارتلج حتى نعرف العضلات التي تمسك في الثيرويد مثلما قلت لكم اوكي لأننا لدينا هذه العضلة التي تكلمنا عليها لاحظوا ماسكة في القرن الصغير الموجود في هذه المنطقة الخلفية الخاصة بالثيرويد كارتلج ممتاز جدا نأخذ هذه العضلة لأن ما عليها كلام كثير مثلما جاء تشاهدون هي عبارة عن عضلة طويلة مثلما جاء عضلة طويلة أين موجودة؟ أين موجودة؟ موجودة في الجهة الأمامية من السيرفيكول فيرتيبرا مثلما جاء الفقرات العنقية جاء من الجهة الأمامية ونازل على فكرة حتى للثراسك حتى للفقرات الصدرية اوكي فإذا نحن نرى أين موجودة؟ ماسكة جمالتها بادية من السيرفيكول من السيرفيكول نعم والسيرفيكول إلى حد الثراسك نازل إلى الأسفل أين الانسيرفيكول وين موجودة؟ في السيرفيكول مثلما جاء تشاهدون إذا أقول لكم هذه العضلة تمام ما هي مهمتها؟ من شكلها ومن مكانها ستعرفون بالضبط ما تفعله؟ ما تفعله؟ ستفعل نزيلة للنك يعني تنزيلة للأسفل هي عضلة طولية فإذا تنقبض ستجر هذا ستجر هذه البرتبراس كلها للأسفل هذا ما ستجر ستجر أن الراس ستجر للأسفل ستجر شيء يسمى بالفلكشن هذا نزل يعني إذا تقول نعم نزلت راسك هذا و العكس أنك ترفع إلى الأعلى وهي من يقوم بها؟ العضلات من الجهة الأخرى وهي هذه العضلات تفعل و هذه هذه العضلات تسمى ب longest coli أو longest services services يعني أنها جايب أنطقة cervical longest يعني طويلة لأنها عضلة طويلة عضلة طويلة coli عندما تقول coli ستجر أنه عضلات مكتوب عليها coli وعضلات مكتوب عليها capitus capitus رأسية تذهب إلى الرأس وتمسك بالرأس عندما تجر coli معناها تمسك فقط بالرقبة هذه عضلات معلومة حفظوها سنذكر بعض عضلات مكتوب بها capitus وعضلات مكتوب بها coli عندما تقول coli معناها فقط color يعني رقبية رقبة لكن عندما تقول capitus معناها شغلة إلى علاقة بالرأس كيف تذكر ذكرها أن cap عبارة عن قبعة تلبس على الرأس coli color أو طوق طوق وين يلبس على الرقبة هفظوها فهي عضلات longest coli أو longest services خلصنا من عده معدن به هذا الكلام الكثير فقط نسيت التغذية العصبية الخاصة بها التي هي anterior nerves anterior قلنا هذا المكان العضلات الخاصة من نحاء الشوكي تخرج للخلف وتخرج إلى الأمام هل تغذية منه؟ تغذية العضلات أو العصاب وليست العضلات الخارجة من C2 إلى C6 عبارة عن تشعب مجموعة من العصاب تغذية لماذا هي طويلة صح طويلة هذه هي longest coli أو longest services ممتاز نكمل نأخذ ماذا؟ نأخذ هذه العضلة سهلة جدا وبسيطة وهي ماسكة ماسكة بال hyoid bone وماسكة بال thyroid cart ما سنسميها يلا سنسميها Thyrohyoid muscle Thyrohyoid muscle مثل ما جاء ترون هذه Thyrohyoid نأخذ origin المنشأ 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 هناك في محاضرة Larynx أو خط مائل أين موجود في الصفيحة الخاصة بالthyroid cartilage وهذا هو Oblique ماسكة وين سنسميها سنسميها إلى الجهة السفلية أو الخاصة بالhyoid bone هنا حسنا إذا تقلصت ما سيحدث سيحدث شغلتين يأم الhyoid bone ينزل إلى الأسفل يأم thyroid cartilage تركب إلى الأعلى وسوف يرفع النشأ اللي هو Larynx أو منطقة الحنجرة فهذه الوظيفة الخاصة بهذه العضلة يأم تنزل الhyoid bone يأم ترفع Larynx حرفيا التغذية العصبية الخاصة بها تعتبر مميزة لماذا؟ لأن هذه العضلة تعتبر تابعة لعضلات تسمى بالإنفرا hyoid muscles عبارة عن عضلات كثيرة نحن أخذها بعد شوي تكون ماسكة أو تكون أسفل الhyoid bone ومهمتها إنزال الhyoid bone إلى الأسفل والمساعدة أثناء عملية البلع حتى اللارنكس ينزل إلى الأسفل فهذه العضلات أو واحدة من هذه العضلات هي هذه الثايرو hyoid muscle المميز بها أن هذه العضلات جميعها الخاصة بالإنفرا hyoid muscle تغذيها مجموعة من الأعصاب المميزة ما عدا هذه هذه من يغذيها هذه غذيها anterior ramy عندما قلت رamy اللي هو الجهة التفرع الخاص بالعصاب العنقية الخاصة C1 هي C1 ستعطينا anterior ramy anterior رامي سيحصل سيمش الhypoglossal nerve اللي هو cranial nerve number 12 سيمش رح سيمش سيأتي إلى هنا ويغذي هذه العضلة ركز ما هو التغذية العصبية الخاصة بالthyrohyoid هو C1 anterior الرامي بالتحديد يكون موازي أو ما هو الممتاز نأخذ العضلات الأخرى هذه العضلات هذه ما قلنا لدينا هذه تسمى mental spine صح لم صح لدينا أربعة نقاط أربعة نقاط دعنا نعزل الماندبل حتى نرى بشكل أوضح مثل ما جاء تشاهدون هذا هو الماندبل من الجهة الداخلية ما بيننا لدينا مثل الأربع مرتفعات تسمى mental spine وهذا لدينا لدينا superior و 2 inferior وتسمى هذه المنطقة أيضا general tubercle general tubercle أو mental spine ماذا تمسك بها الجهة العلوية يمين يسار ستمسك بها genioglossus ستمسك بها genioglossus وهذا الجهة السفرية ستمسك بها ستمسك بها geniohyoid geniohyoid تركز كيف تعرفها؟ تعرف أن التنك سير فوق الهيويد صح لم صح ودينا ماسكة 2 واسمها genioh بدايتها genioglossus ستمسك للتنك هذه العلوية وأما geniohyoid ستمسك للجهة السفلية فهي جاءة بالإنفيرير فمثل ما ترون حاليا الموضو صارتنا سهل جدا لاحظوا لأن سفلية واحدة علوية هذه من geniohyoid إلى hyoid ماسكة بالbody of hyoid ما سنسميها سنسميها geniohyoid ممتاز وهاي بادية من superior mental span ورايحة بادية من هنا ورايحة ماسكة ماسكة بالإنترنسيك مصول الخاصة بالتنك وماسكة ماسكة حتى بالbody الخاص بالhyoid ما سنسميها سنسميها genioglossus genioglossus وطبعا هنا وظيفة الخاصة مثلما تشاهدون سهل جدا أن ترى العضلة تتعرف بالضبط ما سنفعل ما سنفعل ما سنفعل عندما تتقلص ما سنفعل سترفع الhyoid إلى العالة أو أنها تجر الماندبل للأسفل فما سنفعل سوف تفتح الماندبل يعني هذه واحدة من العضلات التي تساعد في فتح الفم وهي genioglossus genioglossus وبالنسبة genioglossus ما سنفعل ما سنفعل protrude أو depress للتنك لماذا؟ لأنها عبالة عن عضلة ماسكة في عضلتين نستفاد منها في تحريك التنك أو نفعل التغذية العصبية الخاصة بهذه العضلة هي نفس هذه التي تكون مرافقة لها الهايبوغلossal نيرف أو cranial نيرف نمبر 12 ممتاز هل هذه طبعا؟ هذه طبعا الهايبوغلossal نيرف لماذا؟ لأنها واحدة من العضلات اللسان ونحن قلنا جميع العضلات اللسان ما عادة يغذيها cranial نيرف نمبر 12 ممتاز خلصنا هذه العضلات قليلا قليلا تعتبر عضلة خاصة بالرأس أو باللسان شرحنا عليها سابقا لا ضرر أنك تراجع هذه القصف الهوائية ثالث كاتل اتكلمنا عنها خذنا هذه العضلة نأخذ العضلات الموجودة في الخلف خذنا العضلة الصغيرة نأخذ هذه العضلات ونخلصنا الطبقة الثانية نأخذ هذه العضلات التي جاء بالخلف تسمى بلونغس كولاي صح مهم مهم تقوم العضلات عكس هذه عبارة عضلات مهم تقوم مهم عضلات هذه عبارة عضلات المنتصف اسمها Spinalis Coli Spinalis Coli Longus Coli Spinalis Coli Semi Spinalis Coli ماسكات في Spinosum Process لاحظ ماسكات هذا ماسكات عبارة Spinosum Process البروز الذي رايح للخلف يعني منطقة جدا المكان الخاص به والنازلات طبعا للثراسك نازلات الفقرات الصدرية ومهمتهم مهمتهم يسعون extension للنك والتغذية العصبية نفس التغذية العصبية الخاص بالعضلة هذه البروز الخاص بالسيرفيكال نيرف إلى حد الثراسك من أين المكان موجود به سيطلع برانش ويغذيها مثل ما تشاهرون حسنا هذه العضلات فقط عرفوا أساميها وعرفوا المكان الخاص به حتى عندما تشاهدوهم يظلون تعرفون بالضبط ما نفعل والتغذية العصبية الخاص به سهلة الرقبة يخرج منها يما posterior يما interior interior سيغذيها المنطقة الأمامية وال posterior سيغذي المنطقة الخلفية سأتحدث عن الشغلات الأساسية جدا الشغلات المميزة ركزوا بها ولكن لا نتعمق بها كثيرا لما بها ذاك الكلام نأخذ هذه العضلات ونكمل نأخذ السعال العضلات أو مجموعة العضلات الأول عندما يكون شغلة خاصة بالرقبة سنسميها coli صح لم صح عندما يشغل علاقة بالرأس سنسميها capitis فهي أول اسم من العضلة اللي هو capitis نأخذ سنجد سنجد مجموعة من العضلات واحدة كبيرة ووحدة صغيرة فهي major وهي minor capitis ممتاز خلاص اسمها rectus capitis أو major rectus capitis وهي minor rectus capitis أو رectus capitis minor من المكان اللي موجود به طبعا ماسكة ماسكة بالمحاضرات الخاصة بالسكول وعندنا superior نيوكال وعندنا inferior نيوكال مثل عبارة عن مثل بروز العظمي بمنطقة الأكسيبتال من هذا المكان تمسك فيها عضلات كثيرة بعد نرى المسكة المسكة بالسكول الخاص بالسكول الخاص بالسكول إذا أقل لك هذه العضلات ماذا تفعل من المكان المسكة بيت تعرف ماذا تفعل ماذا تفعل تفعل أنه تمكن رأسك يمين ويسار إذا تقلصت وانجرت ستجر الراس لهذا الاتجاه وإذا هذه العكس صارت ه وشارط ما تفعل تقدر حتى تفعل extending لنك لماذا تقدر تجر النيك إلى الجهة الخلفية حسنا خاصة بالميجر بالنسبة الماينر جاء بالمنتصف هنا فما تستطيع تحرك يمين ويسار فقط تفعل extension فقط ترجع الرأس إلى الخلف منطقية جدا لا وهو C1 posterior سيطلع ننفس خاصات به خلصنا تبقى لدينا هذه العضلتين High High inferior و High superior تمام High rectus جاء منتصبة واقفة صح لا مصح واقفة High Oblique جاء بشكل جانبي صح Oblique Oblique وهي بالرأس تمام هذا الاستثناء الوحيد انها لم تنزل بالرأس فهي اسمها Oblicus Capitus inferior وبالنسبة للمهمتهم ها يتسوي lateral flexion يعني ها يتمين للرأس يلي يمين أو يلي يسار وهي طبعا من شكلها واضح جدا ها ماذا يتسوي ها يتسوي rotation ها يتسوي rotation من المكان ها يتخلي اللي الرأس يدور اللي الرأس يقول لا لا يعني هج هذي العضل الهي inferior superior تسوي flexion على السايدين هذي العضلات خلصنا طبعا هاي الشغلات ما مذكورة كثيرا ما موجودة أصلا بالمحاضرة لكن عرفوها لمرة واحدة وخلاص العضلات المميزة الصدق هنذكرهم بعد شوية هاي عضلات بسيطة ويعني ما بها هذك الكلام الكثير نجي نكمل نجي نجي نبدي بالعضلات المهمة نجي ناخذ العضلات المهمة عدنا هنا عضلات موجودة في الرقبة تسمى بال strap muscles إذا ما قلت لك strap معنى حزام صح لا مصح حزام يعني هي عضلة تشبه الحزام ماذا ما جاء تشوفون أوكي وشن مهمتها مهمتها لأنها تنزل larynx أثناء البلع وتنزل hyoid bone أوكي هاي هاي أول عضلة مهمة طبعا تعتبر من العضلات المهمة التي تنسألون بها وموجودة بالمنزمة هاي شنسمها هاي وين ماسكة ماسكة بال sternum sternum صح لا مصح بال منوبريم أوف ستيرنم وين رايحة ماسكة ماسكة في منطقة الثايرويد هاي يلا شنسميها راح نسميها sternothyroid هذه هي عضلة الستيرنو ثايرويد فقلنا وين ماسكة ماسكة منوبريم أوف ستيرنم ورايحة وين ماسكة ماسكة بال oblique line الخاص بالبلايت الخاصة بالثايرويد حالها حال شنو حالها الثايرو هاي هاي أوكي ماسكة هنا شنو مهمتها مهمتها اللي هي depression of the larynx اللي هي تنزل larynx عن طريق تنزيلها للثايرويد كارتلش مثل ما جاء تشوفون والتغذية العصبية الخاصة به هي عبارة عن مكان مميز جدا يسمى بال ansa cervical سوف نأخذ بعد شوية مهم جدا 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 تجيكم مرات مننا أسئلة اوكي شيء يسمى ansa cervical الحفظ هي التي تغذي هذه العضلة وجميع العضلات الخاصة بالانفرا هيويد مصر ما عدا هذه اللي قلنا يغذيها يغذيها C1 والي يأتي من جانب ال hypoglossal nerve البقيات جميعهم ansa cervical كلما أذكر لك هذه علاقة بال sterno والها بال hyoid سوف تكون ansa cervical ansa cervical ansa cervical طبع نسمى حلو سوف نقول لكم ماذا خصصتها حفظوا لها بهذه الطريقة خلصنا هذه العضلة خلصنا نحن نأخذ هذه العضلة هذه هذه واحدة من العضلات المهمة اسمها scalyne scaly muscle scaly muscle عبارة عن عائلة واخذناها بمحاضرة سابقة تكلمنا بها على التغذية الدموية الخاصة بهذا المكان تكلمنا على brancocifalic trunk صح لماذا تكلمنا عليه وذكرنا ان anterior scalyne تعتبر landmark مهم حتى نقسم بها هذا المجرى الدموي صح لماذا scaly هي عبارة عن عائلة بها anterior scaly middle scaly posterior scaly هذه عضلة posterior scaly مميز بها posterior ان هي ماسكة الخاصة الخاص بالvertebra transverse process من أين حسب واحد اثنين ثلاثة ماسكة من الأربعة ورايح إلى حد السادسة سبعة ماسكة بها يعني أربعة وخمسة وستة بالtransverse process ورايح ماسكة ماسكة بالsecond rib ركز لماذا second rib لأن الأخوات ماسكين بالfirst rib فقط posterior ماسكة بالsecond rib مثل ما جاء تشاهدون حسنا حسنا ستسمى posterior scalyne posterior scalyne وبالنسبة التغذية العصبية الخاصة بها اللي هو anterior رامي الخاص الرابعة والخامسة والستة على حسب المكانات التي ماسكة بها انتيريور رامي تظهر نيرف وتغذي هذه posterior scalyne آخر عضلة سوف نذكر ها ماسكة الرأس ماسكة بالرأس صحيح ورايح للرقبة ماسكة بها coli اوه هي coli وcapitis مع بعضهم البعض ونوزل إلى الأسفل هذه تسمى بالسمispinalis capitis لأنها ماسكة بالرأس وبالتحديد وين في منطقة قريبة من الخطوط هل تكلم عليهم ورايح ماسكة ماسكة بأسطح المفصل الخاص بالفقرات الرقبية ونازلة إلى الأسفل إلى حد الثراسك إلى حد الفقرات الصدرية ممتاز والتغذية العصبية الخاصة بها وهو C2 وطبعا C3 يعني من C2 ومن عصب يخرج مميز يسمى Great Occipital ونأخذ بشكل دقيق يغذي هذه العضلة ومهمة من مكان التي تعرفون حتى هو extension ترجع الرأس للخلف وتساعد عملية تدوير الرأس ممتاز خلصنا هذه الطبقة نأخذ الطبقة التي بعدها حسنا كما أخذنا الطبقة التي بعدها حاليا كنت لدينا مجموعة أخرى من العضلات لا تدخون حسنا حاليا أنتم بدين من الداخل لاحظوا أن كل الشراط تعرفوها صح لم يصح هذه styrnohyroid وهذه styrnohyroid ممتاز هذه العضلة جديدة أجت بدأت من styrnohyroid وذهبت إلى styrnohyroid عظمة القص سنسميها styrnohyroid styrnohyroid وهذه عبارة عن styrnohyroid styrnohyroid لم يتغذيها Ancestervicalis هذه Ancestervicalis هذه تغذية العصبية الخاصة بها مميزة صح لماذا تكلمنا ممتاز هذه ما تسمى ستيرnohyroid بدأت من styrnohyroid من نفس المكان تمام وما تسمى من الجهة الأمامية كما ترون هنا هذه تسمى بالستيرnohyroid ومن شكلها من شكلها مهمتها تنزيل الهيroid إلى الأسفل والتغذية العصبية الخاصة بها التغذية العصبية هي Ancestervicalis لاحظوا هذه عضلات Scalene ما قلنا قلنا Scalene عبارة عن عائلة عائلة من ثلاثة عضلات اثنين ماسكات بالfirst rib وفقط المسكة بالsecond rib ركز تمام ركز طبعا لماذا ذكرت لكم المهمة الخاصة الوظيفة الخاصة بهذه العضلة لأن تخليك تنزل رأسك بشكل جانبي واضحة جدا ترفع second rib إلى الأعلى مثل ما جاء تشاهدون بالنسبة Anterior هذه Anterior Scalene وهي Middle Scalene Middle Scalene تعتبر أكبر واحدة لو تلاحظون Posseo Scalene هذا هو فقط الحجم مرته بينما Middle Scalene هي أكبر واحدة راحة وين راكبة التي يفوق هنا وهي Anterior Scalene حسنا نرى العضلتين هذين وين ماسك بما أنها أكبر الفقرات التي تغذيها أو الفقرات التي تعتبر أكثر منطقيا منسبة Anterior Scalene ماسك ماسك C3 C4 C5 C6 بينما Middle Scalene ماسك من C2 لحد C7 لحد السابعة ماسك ما لدينا أي مشكلة Medial Scalene C2 C7 C3 إلى C6 وبالنسبة للبوستير رجلنا C4 إلى C6 فقط C4 C5 C6 ثلاثة ماسكة تمام فهذه هي الشغلات الخاصة بعائلة Scalene واثنين عاتهم والانتيرير والميدل والماسك بالفرست ريب ماسك بالظلع الأول ممتاز جدا تغذية العصبية الخاصة بهم نفس الشي وهو الخاص بالفقرات هذه التي تشوفوها أمامكم ممتاز جدا وجد المهمة طبعا نفس شي مهمتهم كلهم عائلة Scalene نفس المهمة تحاول ترفع الفرست ريب إلى الأعلى وبالنسبة البوستير ترفع السيكن ريب إذا جاءك سؤال ترفع السيكن ريب بينما الأولين الاثنين ترفع الفرست ريب فهذه هي عائلة Scalene خلصناها واو على فكرة كلمنا وعندك Thyrohyoid واخذنا أخذنا Geniohyoid واخذنا Genioglossus نأخذ هذه العضلة هذه العضلة مميز جدا وشرحناها طبعا هي مال علاقة بالنك بشكل كبير بس بما أنها ماسكة بمنطقة الهايويد فنستطيع أنها جزء من النك هي المايلوهايويد ذكرناها كثيرا وهي الأرضية التي تجلس عليها أو المايلوهايويد وماسكة المايلوهايويد هو عبارة عن خط موجود في الجهة الداخلية من الماندبل وماسكة في الجهة الأمامية من الهايويد بون إلى حد الأمام وعندها السبتم أو حاجز في المنتصف ماسكة به هذا الشكل ومهمتها أنها تقوم إليفايشن للفلور وموت لما تنقبض ترفع عنه الأرضية الخاصة بالفم من يغذيها يغذيها V3 أو عن طريق عن طريق الأنفير الأنفير سوف يعطينا برانش يسمى نيرف مايلوهايويد هو هذا طبعا يعطينا برانش ثاني خاص بعضلة الديكاستريك نأخذها بعد شوية لدينا عضلة هنا تحتوي على اثنين بيليز أو بطنين البطن الأمامية يغذيها V3 والبطن الخلفية وغذيها الفيشيال نيرف خلصنا لاحظوا اخذتنا عضلات كثيرة لاحظوا التعقيد الخاص بالعضلات كلكم شايفين كلكم عارفين مثل ما جاء تشوفون تبقى لدينا هذه العضلة تسمى نفس الشيء ماسكا بالماستويد بروسس الذي هو هذا الموجود هنا وبعد الرايحة وماسكا في الفقرات منها الجهة الخلفية حتى مهمة وماسكا من الخلف لاحظوا نركز بهم كثير وماسكا كثير وحدات بالرخبة سيكون مميزات جدا ومهمات جدا حاليا حتى اخذنا جميع العضلات انا حاليا حتى ان شاء الله لا مكتوبة بالمزة التي تعرفوها يعني على الأقل ارفوها مرة واحدة بحياتكم وقدت لكم ان الملازم جميع الملازم الخاصة بالنك ستكون ستكون فيها هذه المعلومات او مرات توسعنا اكثر من هذا سنزيد بعد طبقة تقريبا ما بقى لدينا طبقات كثيرة ونكمل العضلات بشكل كامل نأخذ هذه العضلة المهمة جدا 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 عبارة عن عضلة مميزة وان باتية ماسكة الخاص بالهيويد وبعدين رايحة ماسكة بالهيويد عبارة مثل الرباط يكون متوسط رابط العضلة بالعضلة التي أخذتها وبعدين العضلة يمشي مع الرقبة من الجهة الخلفية ورايحة بالسكابيلا او تسمى بالشولدر بليد اللي هي لوح الكتف الخلفي لوح الكتف الخلفي ما اسمه اسمها الاموهيويد وهي عبارة عن عضلة من عضلات الانفراهيويد وماذا قلنا معناها قلنا معناها التغذية العصبية الخاصة بها مباشرة انسا cervicalis هذه انسا cervicalis هذه انسا cervicalis وهذه انسا cervicalis وهذه ليست انسا cervicalis ممتاز جدا هذه الاموهيويد وهي superior head أو belly وهي inferior belly تمام superior belly ماسكة ماسكة بالinferior border تمام بالبدي الخاص بالهيويد وبعدين رايحة ماسكة ماسكة بالintermediate tendon الذي هو هذا بعدين الجهة السفلية رايحة نازلة ماسكة ماسكة بالشولدر بلايد هنا رح تكون أكو اسكابيولا هنا ماسكة بالبوردر العلوي سيبيرير بوردر الخاص بالسكابيولا ممتاز جدا وممتازة مهمتها مهمتها أنها تنزل الهايويد بون إلى الأسفل وتساعد أثناء حملية البلع ماسكة هي بعظمة من هنا فشي ستقلص هذا سينزل الهايويد إلى الأسفل وماذا التغذية العصبية الخاصة بها هو الأنسا سيرفيكاليس والذي صنعنا ساعة نتكلم عنه وبالحدنا ما شفنا خليكم وياي شوية لاحظوا وياي شون هس أنتو حاليا جاي تعرفون أو تميزون جميع العضلات اللي موجودة في هذا المكان مع أنها عضلات كثيرة صارها مصحة وعرفت الأورجين وعرفت الإنسيرشن وعرفت الأكشن وعرفت الإنرفيشن الخاص بها ممتاز جدا نحن نكمل نحن نكمل ونأخذ آخر ليير أو آخر طبقة رح نأخذها الحمد لله كملنا ألف مبروك أي واحد وصل بكم لهذا الجزء أي واحد يعني مل ماكو أي مشكلة تقدر لك أن تتوقف الفيديو تأخذ استراحة بعدين تأتي لهن عدنا بعد مجموعة كثيرة من المعلومات اللي مرة واحدة رح تعرفوها ورح تسهل عليكم موضوع النكب الكامل نأخذ هذه العضلة اللي تكلمنا عليها سابقا اللي هي البلاتيزمة وين موجودة بالسوبرفيشي الفاشة؟ جميع الشارات الذكرناهم موجودة بالديب فاشة لكن هذه العضلة وين موجودة؟ هذه العضلة موجودة بالسوبرفيشي الفاشة؟ ماسكة باللور بوردر الخاص بالماندبل هذه الجهة السفلية الخاصة بالماندبل وعين من الجهة هذه؟ ماسكة بالفاشة الخاصة بالبكتوراليس اللي هي العضلة الصدرية والدلتويد اللي هي العضلة الخاصة بالكتف من الجهة الجانبية هذه اسمها البلاتيزمة من يغذيها؟ يغذيها الفيشيال نيرف موجودة هنا ينقسم إلى خمسة أجزاء؟ هناك العضلة تقريباً يغذي هذه العضلة فقط هو العضلة تقريباً يغذي هذه العضلة فقط وتستطيع أن تقلصها ستبين عندك مباشرة لماذا؟ لأننا جاء بالسوبرفيشي الفاشة؟ يعني سطحية جداً هذه العضلة فتبين عندك بشكل بسيط وسهل يغذيها الفيشيال نيرف ممتاز جداً في تنزيل الماندبل ممتاز جداً سنزيل هذه العضلة لأننا لدينا عضلتين فقط وهي الترابيزيس وهي محور كبير جداً من محاضرتنا لليوم سنزيل هذه العضلة نأخذ هذه العضلة العظيمة جداً والتي طبعاً عليها أسئلة كثيرة ستسمى بالستيرنو كلاديو مستويد وطبعاً يختصرون لها SCM اسمها ستيرنو معناها ماسكة بالستيرنو وهي عظمة القص ممتاز اسمها كلاديو معناها ماسكة بالكلافيكل وهي اسمها ماستويد وهي ماسكة بالماستويد بروسس ممتاز جداً هذه هي عضلة الستيرنو كلاديو ماستويد وهي العضلة التي عندما تحرك رأسك يمين وسهل ستبين عندك تبين أنت تمسكها حتى بإيدك ضخمة عضلة ضخمة حسناً وهي ماسكة؟ أثنين مثل التفرع هنا ماسكة بالستيرنو وماسكة بالكلافيكل من الجهة الأمامية أو الثلث الأمامي الخاص بالكلافيكل وهي الستيرنو ورايحها بعدين ماسكة ومندمجة ماسكة بالماستويد ممتاز ما هي مهمتها؟ مهمتها إذا تحرك تقوم بها روتيشن تقوم بها لاتيرال فلكشن كما تشاهد وطبعاً حيث تعمل عضلة واحدة عندما يشتغلون الأثنين ف ENT تقدر انك إنت تدفع الرأس المائلتك إلى الأمام ف تدفع الرأس ماتك أولاً لما يشتغلون اثناناتهم التغذية العصبية الخاصة بها مهمة جداً يغذيها الأكسساري نيرف اللي هو الكرانيال نيرف نمبر 11 ويغذوها السيرفيكال نيرف من السي 2 إلى السي 4 يعني شنو معناها معناها كرانيال نيرف و سيرفيكال نيرف اثناناتهم يغذوها ممتاز جداً هذه العضلة شنو قلنا قلنا هي التي تفصلنا الانتيرير تريانجل عن البوستيرير تريانجل لدينا مثلثات موجودة داخل الرقبة انتيرير تريانجل وينقسم الى تريانجل أخرى وعندنا البوستيرير تريانجل وهذا مثلثة تشاهدون أمامكم منه قاسمة قاسمة تلستيرونيكليديو مستويد مثلما تشاهدون وقلنا مهمتها مهمتها أنه إذا اشتغلت لواحدها سيصنعون نيرفلكشن خاصة بالرأس تحرك يمين وحرك يسار وإذا اشتغلوا اثنائاتهم يقدرون أنهم يقدمون الرأس هذا الشيء الذي يعتبر سيء عندما يتفرج على التلفزيونه أو يستعمر التلفزيونه سيكون الرأس مالته يكون الرأس مالته رايح للأمام سيكون لديها هذه العضلة أو ألم يعني مشكلة فهذه هي السيارنوكليديو مستويد أو السي أم وهذه تسمى بالترابيزيس وطبعا يكون الناس يسموها وهذه العضلة العضلة الرقبة والكتف لاحظوا أن هذه العضلة ثم يتفرج على التلفزيونه وهذه المكان ونازلة للأسفل ثم يتفرج على رايحة ولافة وماسكتنا حتى بالترقوة أو بالكلافكل من الثلث الأخير أو الثلث الأخير اللاترال الجانبي ثم نازلة وماسكة بهذا الرافية الخاص بها ونازلة للأسفل إلى حد ما إلى المنطقة الموازنة من الصدر من الجيلة الخلفية من منطقة الظهر وطبعا مقسمة إلى ثلاثة مناطق طالع منها High Ascending Fibers أو مثل طالع عليه فوق هذه Transverse أو مستعرضة وهذه High Ascending Fibers جاي من فوق ونازلة إلى الأسفل مثل ما جاي تشوفون هذه هذه عضلة للترابيزيوس طبعا لها مهمات كثيرة أكثرها وأغلب هالشيه هنا اللي هو أن تتحكم بالشولدر أو بالكتف لما تشيل كتفك لفوق لما تراجع للخلف هذه لها علاقة بشنو بالترابيزيوس مصلوا طبعا شنو التغذية العصبية الخاصة بها مثل اختلافات بسيطة الثابت اللي هو Accesory Nerve اللي هو Cranial Nerve وطبعا الأعصاب العنقية تمام C3 و C4 وهذه الشالات هذه عضلة الترابيزيوس صدقوا أولا نحنا كملنا العضلات الخاصة بالرقبة الف مبروك هذه العضلات الخاصة بالرقبة كملنا ماذا نفعل؟ سنأخذ التغذية العصبية ونأخذ الأعصاب المشهورة والأعصاب المفروض نعرفها في هذا المكان ثم نأخذ شرائن أو ردة وعقد المفروض وشكل بسيطة جدا ونكملنا محاضرتنا لليوم حسنا نأخذ بعض الأعصاب أو بداية الأعصاب الخاصة بالرقبة كما ترى هنا هناك حفلة من الأعصاب كمية أعصاب لا تصدق وعلى فكرة أنا أزلت مجموعة كبيرة من الأعصاب حسنا سنسهلها شغلة مهمة يجب أن نعرفها وهي شيء يسمى بالأنسا سيرفيكالس قبل قلت لكم أنسا سيرفيكالس ما معنى أنسا سيرفيكالس ؟ خليج يحشي لكم هذه القصة الجميلة كلمة أنسا معناها مقبض يعني بالضبط عندما تأخذ المقبض الخاص بك الذي يشرب بين اسكافي ليس بالمقبض هذه اللغة اللاتينية تسمى بالأنسا لاحظوا أن لدينا مجموعة من الأعصاب جاء على هيئة أو مثل الحلقة التي هي هذه هذه الحلقة كما ترى وراكب اليفوق وسنرى ماذا قصتها هذه تسمى بالأنسا سيرفيكالس لماذا مهمة؟ لأنها تغذينا الإنفراهايويد نأخذ الأنسا سيرفيكالس ماذا قصتها؟ دعنا نبدأ بالأنسا سيرفيكالس نبدأ بالهايبوغلوسال وهو الكرانيال نيرف نمبر 12 كما ترى هنا هذا المكان ماذا هو؟ هذا هو الجوغلر فورامين تخرج منه نيرف كثيرة هذا أول واحد ماذا هو؟ هذا الفيغس نيرف ويخرج منه الجلوسوفرانجيال نيرف يعني نيرف ثانية لا نتحدث عنه لأنه ليس مهم بالنسبة لنا هذا المكان هذا يسمى بالهايبوغلوسال من اسمه؟ القناة الخاصة بالهايبوغلوسال ويخرج منها ويخرج منها الحيبوغلوسال نيرف كما ارى هاته الحيبوغلوسال نيرف سوف يخرج وينزل الاسفل تمام؟ عندما ينزل الاسفل بدأ يتقاطع وبدأ يندمج مع نيرف اخرى سأتنيعون ماذا هاته والان يمجفين أخذكم معي حسن عندما انا تقاطع لم ينزل الاسفل ومن الهجم وعندما به كيف تقاطع هذا يمنه؟ تكلمنا قبل قليل أننا لدينا شيء يسمى بالأعصاب العنقية أو الأعصاب العنقية ما قلنا؟ قلنا أننا لدينا وعندنا بوستيريار صحة ليس صحة؟ أتي من أين؟ أتي من النقاع الشوكي هذا هو هذا هو هذا هو الروت الخاص بالنيرف هذا بوستيريار روت سيندمجون مع بعضهم عن طريق الجانجليون عرفنا كلمة جانجليون سوف ينقسمون إلى أنتيريار وهو يسمى بالأنتيريار ريموس ما نقول الظلع الأمامي؟ وعندنا الظلع خلفي ما عدا؟ ما عدا هذا المثال الجايق لكم عليه؟ هذا المثال ما هو؟ هذا هو الفرست سيرفيكل نيرف هذا هو الفرست سيرفيكل نيرف لماذا؟ لأننا هذه العظمة هذه هي الأطلس هذه الأطلس فهذه الأولى ما قلت لكم دائما؟ العصب يكون فوق أو ما نقول؟ موضوع فوق هذه العظمة فقط السيرفيكل الأولى لا تحتوي على بوستيريار ريموس يعني كيف يسمى؟ هذا يسمى بالسب اوكسيبيتال نيرف هذا هو يسمى بالسب اوكسيبيتال نيرف يعني ما يصير؟ سيرفيكل الأمام أو الجاي الخلفية لا فقط في الأولى ركز الأولى لا تحتوي على بوستيريار رينش سيرفيكل رأسا يصبح ما اسمه؟ هذا اسمه سيغذينا هذه العظلات التي تحدثنا عنها قبل قليل ممتاز بينما لون يأتي الثاني وهذا هذا نفس الشيء لديك انتيريار روت بوستيريار روت جانجليون فعنى ما صار؟ صار لدينا انتيريار برانش صار لدينا هذا بوستيريار برانش هذا ما هذا؟ هذا السيكوند سيرفيكل نيرف أو شنو؟ أو النيرف الثاني العنقي هذا هذا سي تو نيرف رايح انتيريار ورايح بوستيريار هذا انتيريار ريموس وهذا بوستيريار ريموس ويروح ينقسم طبعا هذا الـ Great Occipital Nerve هذا معلومة عامة ان السي تو سوف يعطينا هذا العصب الكبير والذي يسمى بالـ Great Occipital Nerve بالله ونواصل وواصل لي هنا هذا الـ Great Occipital Nerve ممتاز جامل البوستيريار ريموس الخاص بـ C2 نيرف ممتاز ها سفتهم نفس الشيء والرابع نفس الشيء وروح انزل للأسفل خلاص هذا التكرار يعني كرره ما عدا الأولى الأول هذا لا الأولى فقط نحن نذهب للأمام ماذا قلنا 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 هذا قلنا هذا الـ Hypoclossal Nerve طلع من القناة ونزل الأسفل ونزل إلى الأسفل ما عدنا أي شيء وقلنا وعندنا تفرع وقلنا هنا وقلنا نزل الـ Hypoclossal Nerve ونزل من هذا ونزل نتبع راكم لي فوق رايحنا هنا اوكي عرفنا هذا هو هذا الـ Anterior Ramus of the First Cervical Nerve صح صح هذا C1 طبعا عندما قلت C1 يعني Cervical Nerve اوكي هذا C1 هذا الـ Anterior Anterior C1 حسنا نختصر الكلام حسنا Anterior C1 سنزل إلى الأسفل وماذا نجد نجد هذا المكان قال لماذا لا يوجد الـ Hypoclossal Nerve قال اوكي ماذا صارتنا صارتنا من C1 وصارتنا من Hypoclossal Nerve سوف تنزل إلى الأسفل خليك من هذا الـ سنأخذه بعضا ويروح سيغذين جميع العضلات الخاصة باللسان وماذا لا ترى كيف تنزل ما عدا Palatoglossus وطبعا سيغذين هذه العضلات التي هي Genio Hyoid ماذا قالت Genio Hyoid يغذينها C1 عن طريق Hypoclossal Nerve الآن عرفنا الآن عرفنا لماذا قلت لكم قبل Genio Hyoid يغذينها C1 الآن عن طريق هذا الموضوع لدينا من C1 سنزل وغذيننا هذه الأماكن بالكامل ممتاز جدا كمنا حسنا ماذا حدث هنا حدث هنا حدث أن Hypoclossal Nerve ظهر منها تفرع ونزل هذا التفرع أعطينا برانش للأمام حسنا ما حدث ماذا حدث؟ هذا البرانش نزل الأسفر ونصيبه مثل مثل الحلقة وهذه الحلقة ركبت لي فوق هذه هي بدايتها من أين؟ بدايتها من تفرع من Hypoclossal Nerve وهذه تسمى هذه تسمى بال Superior Root أو الجذر العلوي من الأنسا Cervicalis وهذه هو هذا الأنفيريار الخاص بالأنسا Cervicalis ماذا؟ بالتحديد ich هل يوجد وهذا Posterior Ramos هل هناك Posterior Ramos فيه؟ لا نعم Posterior Anterior وإندمج وياه ما؟ إندمج وياه C1 فهذه هي نقطة التواصل بين C1 و C2 فإندمج وياه C1 ونزل إندمج وياه C2 فصدنا Fiber C1 و C2 ما حدث هنا؟ في هذه الزحمة انقسمت انقسامات الانقسام الثاني نزل إلى الأسفل وكونانا ما؟ كونانا الخاص بالانساة Cervicalis وهذا هذا هنا يتركنا وعطينا 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 فإنكثنا تجلت لدينا الصورة عرفنا الانساة Cervicalis من أين تكونه؟ هذه الحلقة من أين تكونه من الجهة الأمامية أو نقول أتية من الهيبوغلوصل نيرف كما أنت الخلفية من أين؟ أتية من السي 1 والسي 2 هنا تأتي لكم الأسئلة إذا تقرأها بدون ترى هذه الرسمة ستقول سي 1 و سي 2 أحفظوا أنتيري ريموس دوخة لكن عندما تأتي لصورة أعرفت كل شيء أتية من أنتيري ريموس كومنيكايتين بعدين نازلت للأسفل مكونت أنه وهذا هو الانفيرير روت هذا الانفيرير روت الخاص بالانسا سيرفيكالس و مهمة الانسا سيرفيكالس تغذيننا الأعصاب الانفراهايويد ما عادة الثايروهايويد الثايروهايويد جاي من فوق هذا جاي بمحنة وهنا إجاوية سي 1 قال لي أريد أساعدك أريد أساعدك خليني سيروح و ينزل للأسفل و يغذيننا هذه العضلة ممتاز بعدين نكمل الداخل و يغذيننا هذه الأماكن اللي هي العضلات الخاصة باللسان و عندك الجينيوهايويد و عندك الجينيوغلوس والعضلات الأخرى ممتاز ما عادة بالنسبة للسان بنفسها كل ما زالتنا؟ صحنا بعدين هذه الأماكن هذة الأماكن سنقضينا هذه العضلة terms 포함 this new python هايويد يعني ما إن شاء الله ثانية ستغذينا هاي هاي سيبيرير بيلي الخاصة بالأوموهايويد حتى هو يغذيها الأنسا سيرفكالس على طريق هذا البرانش ممتاز جدا ننزل ما سنجده؟ سنجده أنه حتى الأنفيرير بيلي الخاصة بالأوموهايويد يغذيها هذا البرانش هذا عندما ترى هنا هذا هذا من الأنسا سيرفكالس ممتاز جدا وما سيغذينا بعدين؟ سيغذينا الستيرنو ثايرويد اللي هو هاي جاي من الستيرنو مراكبة اللي فوق ورايحة للثايرويد لاحظوا هاي هذا البرانش هذا البرانش ما سنجده؟ سنجده أنسا سيرفكالس ممتاز جدا لاحظوش قد صار عندنا سهولة اوكي عرفنا الأنسا سيرفكالس وشنو تغذينا يلا نعاود على السريع سيبيرير هيد والإنفيرير هيد الخاصة بالأوموهايويد ستيرنوهايويد والاستيرنو ثايرويد ممتاز اللي هم وشنو ما قلنا الانفراهويد ما عدا هذه العضلة ممتاز جدا أخذنا الأنسا سيرفكالس خلصنا الأنسا سيرفكالس وشغلة معنومة عامة انه هو هذا البيغوس نيرف هذا هو البيغوس نيرف جاي تشوفوه طالع من القناة الخاصة مثل ما تشوفوه هاي هاي جانجليون انفيرير جانجليون وعنده انفيرير جانجليون نازلي هنا ورايح للأسفل تمام تمام ومعطينا برانش مهم جدا تمام دعنا نشوف أريد أذكر على السريع دعنا نشوف من أين بادي هذا هو هذا هو الفيغوس نيرف مثل ما تشوفوه ها اوكي عند برانش كلش مميز وكلش مهم مسؤول عن شنو عن التحكم في الصوت ويغذي الثايرويد ما اسمه اسمه ريكرانت لارنجيل ريكرانت يعني مثل اللي رجع هو نزل الأسفل بعدين التف عندما تنزل الأسفل التف بعدين ركب لي فوق رجع مرة ثانية غذي هنا مناطق اوكي بهم عضلات ماذا سوى؟ راح ركب لي فوق ودخل للجهة الداخلية أعطينا فارنجيل هذا يغذينا هاي كونستريكتر اوكي بعدين دخل شنو للعضلات هاي هنا أنا متشنو أنا متساعد في موضوع الكلام وهذا طبعا العصب مهم جدا أثناء عملية الثايروديكتومي لما يقصون الثايرويد يزيلون الثايرويد مهم جدا أن يحافظون على هذا النيرف لأن بالعادة يصير عندنا قطة لهذا النيرف وهذا الشيء سيسبب أن هذه العضلات بعد ما تشتغل جيدا ويسبب في أن الأحبار الصوتي بعد ما تشتغل فالنسان ما يقدر يتكلم مهم جدا هذا النيرف وهذا النيرف وهو عن طريق الفيغوس ممتع جدا شيء سويسا بما أننا خلصنا الأنسا سيرفيكالس أنا أزالت الكثير من النيرف أوكي سوف نرجع ونأخذ الشغلة المهمة في النيرف اللي بعدها أوكي نأخذ الزحمة الخاصة بالأعصاب مثل ما تشاهدون أكو زحمة كبيرة خاصة بالأعصاب أنا حاولت أن ما أفعل ما أزالت أي شيء أوكي أريدكم أن تتعاودون على هذا المنظر طبعا ماذا يسئ لك؟ أن يقول لك هذا العصب ماذا هو؟ فأنت لا تفعل لابد أن تتبع هذا العصب من أعرفه الآن إذا أشير لي وأنا أقرأ كثيرا عن الاناتومي يقول لي ماذا هو؟ أنا أعرف في فيغوس لأنه طالع بشكل كبير وين جاي؟ جاي في منطقة الكاروتا تشيث تمام؟ منطقة الكاروتا تشيث يعني ممكن أعرفه لكن شغلة ثانية أشير لي على شيء حشوائي صعب سأقدر أعرف به نحن نأخذ كل شيء مهمة تسمى بال لن تقول لك بلكسس معناها الظفيرة صح لا مصح؟ هناك لدينا الظفيرة من الأعصاب تعطينا مهمات تسمى بال لذلك معناها الظفيرة الخاصة بال أو الظفيرة العنقية تعطينا مجموعة من الأعصاب المهمة دعنا نرى أنا أستطيع أن أعرف كيف تبدأ؟ يجب علينا أن ننظر في البداية ماذا حدث؟ نأتي إلى هذا المكان نبدأ من الأول يلا بنص الزحمة لا أزلت أي عصب حرفيا أزلت ممكن واحد بس الذي هو الخاص بال Sympathetic لا يوجد أي شيء نبدأ من هنا ماذا لدينا هذا؟ هذا C1 تمام؟ هذا الانتيرير الخاص بالC1 وهذا الـ Suboccipital لأنه لدينا هذا ما به بوستيريار ننزل الجوة سنجد سنجد C2 هذا الانتيرير تمام؟ وهذا الانتيرير ممتاز قلنا بوستيريار ما سيضعنا؟ سيضعنا برانش جدا كبير وجدا عظيم وهذا هذا 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 اسمه Great Occipital Nerve سيغذينا عضلات كثيرة في هذا المكان وإحساس وشغلات حسنا نحن نعود لدينا الانتيرير 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 بها شغلات مميزة هذه الانتيرير سألت هنا 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 مدموجة هنا أين الاندماج صارنا هذا الاندماج جاء من C1 صح لا ما صح؟ قلنا هنا أين الاندماج من C1 تمام؟ هذا الاندماج من C1 ثم يأتي إلى C2 ما حدث؟ لدينا تقسيمة كما ترون هنا هنا مثل تقاطع بشغلات كثيرة تمام فهذا التقاطع ما حدث به؟ هذا المكان عرفنا هذا هذا عبارة عن الخاص بالانتيرير الخاص بالانتيرير بشغلات تقسيمة بشغلات سوف نقوم بشغلات لأنه لا يريد أن نضيع وقت سوف نقوم بشغلات بشغلات هذا هو الانفيرير الخاص بالانتيرير بشغلات ممتاز ما حدث لدينا؟ حدث لدينا أن هذا الترنك مهم جداً هذا مستمر هنا ما أعطينا؟ أعطينا تفرعات 1 2 3 ممتاز 1 fenomen ثلاثة 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 اختيار ثلاثة Can نقوم با окled ثلاثة هذا هذا الز spinach في هذا راح له هنا واو كبير هذا ما اسمه؟ هذا اسمه هذا ما لدينا greater occipital هذا لدينا lesser occipital ما معناها؟ معناها أن lesser occipital جاي من anterior ramus بينما greater occipital جاي من posterior ramus الخاصات منه خاصات المثالة بال C2 ركز هذا C2 وهذا C2 لكن هذا جاي من الخلف من posterior ramus وهذا جاي من anterior ramus وهنا تأتي الأسئلة لو أجي أراويكم حاليا هذا posterior ramus يلا وياي هذا posterior ramus يجلي هنا قطع تفرعات طبعا بعد الراح وهذا راح انتهى انطلق صار شنو؟ صار great occipital بينما anterior ramus يجي هنا تمام؟ وجعتنا هذا الشقة المميز هذا البرانج وهذا هو شنو؟ هذا هو lesser occipital هذا لو أجي نتبعه مثل ما أراويكم هذا هو lesser occipital ما سيغذينا؟ سيغذينا المنطقة الخلفية من الأذن منطقة الخلفية من الأذن ممتاز فهذا أول البرانج البرانج الثاني هو هذا نفس الشيء نازل تحت lesser occipital وطال نفس الشيء رايح للجاة الخلفية ما نفعله هنا؟ واو لا لا تشعر كعندما راح للأمام هذه الطريقة هذا ما نغذينا؟ نغذينا نفس الشيء الأذن من الجاة الخلفية ونغذينا المنطقة الأمامية وصل حتى للوجه ونغذينا أكثر منطقة ما هي؟ ما هي النيرف الوحيد الذي يغذيه الفيس هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى بال هذا هو ومعنى الأذني العظيم الكبير يغذينا منطقة الماستويد أو المنطقة الخلف الأذن ويغذينا منطقة البروتيت مثل ما ترون ويغذينا حتى القناة السمعية الخارجية هذا هو المعنى الأذني نرجع لهذا البرانش وهذا الثالث هؤلاء الأذن لم يذهب للخلف هذا يأتي ويأتي بشكل جانبي يعني هذا الشكل الجانبي منه كيف نفعله؟ يأتي ولف لف على السمعية لف على السمعية السمعية أنا أزلتها لم يبين هو يأتي على البلاتيزمة مثل ما ترون هنا هذا هو يأتي من الجهة الخلفية ويأتي على السمعية السمعية ويأتي ومعنى غذينا هذه المنطقة بشكل كامل هذا ما نسمع؟ هو مستعرض هذا مستعرض يأتي بشكل أرث يعني يأتي بالأرث مثل ما ترون هذا هذا يسمى بال Transverse Cervical Nerve ويأتي منطقة السمعية من الجهة الجانبية والجهة الجانبية والجهة الجانبية الخاصة بالرقبة مثل ما ترون هذا هو البرانش الثالث سهل جدا بسيط مثل ما ترون يلف من خلف ويأتي إلى الأمام ويأتي قريب للنص لا يأتي إلى نصب الضبط وهذا الجهة اليمين وهذا الجهة اليسار من ما نرى هذا هو البرانش الثالث ممتاز جدا هذا هو البرانش الثالث الخاص بشنو قلنا بال C2 وال C1 هذا ما تقول لك البرانش الخاص بها هو عبارة عن اندماج C1 مع C2 هو مئت indo وضعوا ونزلونا هذا Woodward ممتاز ما تتم اشعر بعده؟ سيحدث أن C2 سي станبر مع C3 هذا سيعدمج مع هذا الAmericans الخاص بال فرع انعم هذا هو 那 وهو السفال 11 جاي من فوق ويقولنا يغذي شنو يغذي يغذي الستيرنوكلاديوماستويد ويغذينا الترابيزيس صحيح جايلي هنا ونازل للأسفل تمام هاي يغذينا شنو الستيرنوكلاديوماستويد عن لين شايلها منها ويروح للنهاية هذا هذا البرانش مالتا للنهاية لاحظوا بها ويغذينا البرانش اليوم يواصل هاي هذه هي شنو الترابيزيس نحن نرجع لم يكن اكتب فيها الكثير بالنسبة للأسفل كل نرجع لكن بعرفوا أن سيأتي ويرطي بالقبط يدخل مع وذلك ذكرنا عندما يغذي ترابيزيس يغذيها ويغذيها هذا معنى الكلام هذا معنى الكلام الذي قلتolerكم جدا اللي يغذيها عصبين ويغذيها ماذا لم تجد ترى سوف ينزل وإذا دخل وإنها فايبرز من شغلة ثانية سوف نقول وإنها C4 وهكذا هذا هو معنى هذا الكلام إذا حال في حال انكم انتم تدخلوا نرجع هذا قلنا ماذا؟ هذا الانتيريور ريموس الخاص بالC2 سوف يندمج بالانتيريور ريموس الخاص بالC3 سوف ينزلون وسوف يعطون هنا برانش مهمات جدا اللي هم هذولي سوف نأخذهم البرانش الأول جدا سهل وليس لديه أي مشكلة ما هو هذا؟ سوف يكوننا الانتيريور ريموس الخاص بالانتيريور ريموس الخاص بالانتيريور ريموس حلو معنى الآن استعرفنا أن الانتيريور ريموس وC2 وC3 عن طريق هذا البرانش ممتاز جدا خلصنا هذا البرانش خلصنا سوف يذهب للأمام سوف يأتي ويعطي ثلاثة تفرعات لحد يدوخ دعوكم معي واحدة واحدة سوف يعطينا ثلاثة تفرعات هذا ما اسمه؟ هذا اسمه السبكلافيكولر نيرف أو العصابة التي فوق الترقوة سوف تذهب وتنقسم إلى الى ميديل وإنترميديات ولاترال لو نرى هذه الطريقة نرى نرى الرقبة بهذا الشكل مع هذه الزحمة لا نعيش بدأت تتجلى عندنا الصورة نرى الرقبة نرى الرقبة سوف نرى هذه التقسيمة هذا ميديل لماذا نرى؟ جهة الميديل أو جهة المنتصف هذا الانترميديات ما بينه وهذا الجانبي ميديل انترميديات ولاترال سوف نرى الميديل سوف ينزل كما ترى سوف يذهب للأمام وينتهي سوف ينزل في هذا المكان وينتهي في منطقة الكلافكال وهذا ما يسمى سوبراكلافكال نيرف أو سوبراكلافكال نيرف سوف نرى ما بينهي نرى الاحساس بالسكن من المنطقة وهي الاحساس بالجلد في هذه المنطقة ويصل إلى الزلع الثاني ويغذينا الجلد حواله هذا هذا الميديل سوبراكلافكال وينتهي الانترميديات سوف يذهب إلى الجهة بالمنتصف سوف يأتي من فوق هذه الانفيرير بالي الخاصة بالأموهايويد وسوف يأتي إلى منطقة كلافكال سوف يغذينا حتى إلى حد الكلافكال من الجهة الثلثة الأخيرة الثلثة سوف يغذينا البكتوراليس وهي عضلة الصدر الكبيرة ويغذينا الدلتويد اللي هي عضلة الكتف اللي تصير هنا هذا الانترميديات ممتاز وعندنا اللاترة سوف يذهب بشكل جانبي سوف يذهب إلى جانب كأنما يذهب كأنما يذهب الكتف صح لا مصح عرفوا عرفوا شون لابس ملابس أو شون رتبة اللي تنحط على الكتف ما جاء تشوفون هنا سوف يذهب إلى نهاية الكتف ويغذينا الكتف من المنطقة العلوية وشوية من المنطقة الخلفية علوية وخلفية ممتاز كمنا هذا البرانش كمنا السوبرا كلافكالر نيرف اللي هو هذا مقاعدنا واحد أخير ونشوف الشغلات المهمة ما هو هذا هذا العصب جدا جدا مهم جدا لاحظوا هذا البرانش طالع من C3 بعدين نازل هذا البرانش نازل حسنا هو ونازل ما سوف يندمجه وهي الانتيرير الخاص بالC4 حسنا صار لدينا C3 وصار لدينا C4 مثل ما جاء تشوفون هذا نازل بعدين نظر هنا ما جاء تشوفون نقود أندمجه C5 هذه الانتيرير وهذه البرانش تمام واندمجه حتى هو وياها فمزرنا C3 C4 C5 بعدين نزل بعدما لدينا ارتباط بالصبع بعدين نزل حسنا ونزل دعنا نرى هذه الانتيرير سوف يأتي بالانتيرير سايد الخاص بالانتيرير ثم ينزل ماذا يوجد هذا البرانش سوف ينزل سوف ينزل سوف ينزل سوف ينزل سوف ينزل سوف ينزل هنا وهو نفس النيرف الذي جاء حاليا يتحرك هنا اسمه هذا اسمه الفرينيك نيرف الفرينيك مهم جدا لماذا؟ لأنه هو الذي يغذي الدايفرام هو النيرف أو العصب الذي يغذي عضلة الحجاب الحاجز وهي العضلة الأساسية والرئيسية في التنفس هذا هو الفرينيك نيرف هذا هو مفروض نحفظه بعد هذا هو الفرينيك نيرف جاء الانتيرير سكيلين بعد الراكب لفوق وماذا جاء؟ جاء عنده من الخامس ومن الرابع ومن الثالث ثلاثة واربعة وخمسة مدموجات ورايحات على هيئة نيرف يسمى بالفرينيك نيرف ممتاز ماذا يغذي؟ يغذي كموتور أو كحركة عضلة الدايفرام أو عضلة الحجاب الحاجز وهي غذي طبعا اللي هم البركارديوم كإحساس وشغلات أخرى فهذا هو الفرينيك نيرف مهم جدا 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 لو تلاحظون أن الضفيرة الخاصة بالصور وهذه هذه المهمات والرئيسيات والتي نواجه بها صعوبة جدا إذا لم ترى هذه الصور مع أنها متشاعبة مع أنها متشاعبة إذا تأتي فقط تراجع قليلا مثلا أجل أسأل واحد أقول لهذا النيرف الطالع من الخلف ورايح لاف بهذه الطريقة ورايح الجهن أمامي هذا ما اسمه هذا اسمه ترانسفير السيرفكال صح لا ما صح؟ ذكرناها قبل قليلا جاء حوالين أو لاف من الخلف الألوستينيك ليديوماستويد ورايح ممتاز جدا وجاء من الجهن إذا أأتي وقال لك شوف لي هذا المكان هذا المكان ما هو يقول لي هذا هذا هو الجهن رائح دولنا نضطينا هذا الخاص بالأم بعدين هذه التقسيمات الثلاثة المهمات التي تحدثنا عنهم صح لا ما صح؟ قلنا الأول 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 ثم السيرف سننجد ثلاثة ما اضطعنا؟ أعطينا هذا ما قلنا؟ قلنا هذا حتى هو يكون الانسا سرفيكاليس يندمج معه هذا هذا الانفيرير روت الخاص بالانسا سرفيكاليس وسيضعنا الانسا سرفيكاليس ما قلنا؟ هذا اسمه سبكلافيكالر نيرف وينقسم إلى ثلاثة ينقسم إلى ميديل وانترميديا واللاتير ويغفظون ما؟ منطقة الكتف ومنطقة بكتوراليس ميجر وهذه الشراط الإله علاقة بالكتف حسنا بعدها نزل ما أعطينا؟ أعطينا هذا ما هو هذا؟ هذا هو الفرينيك نيرف جاء من الثلاثة بعدها ندخل وياه الأربعة بعدها ندخل وياه الخمسة مثل ما جاءتشوفون بعدها نذهب على هيئة الفرينيك نيرف وغذلنا ما؟ غذلنا منطقة أو عضرة الحجاب الحاجز والمناطق المحيطة أو القريبة منها ممتاز، هذا هو السيرفيكال بلكسس والتي تعتبر إن شاء الله معقدة جدا يعني إذا تقروها بالملزمة ستكون صعبة جدا فهذه واحدة من إن شاء الله المهمة جدا اللي هي السيرفيكال بلكسس كالنيرف دعنا نشوف إن شاء الله اللي باعتهم نجي نأخذها عضلة أنا ما ذكرتها قبل شوية اللي هي هذه العضلة هذه هذه العضلة ما اسمها؟ هذه العضلة تسمى بالدايجاستريك مصل الدايجاستريك مصل مثل الأوموهايويد بها طبعا بيليز بطنين لكن هذه ما سنسميها؟ سنسميها الانتيرير بيلي وهذه سنسميها البوستيرير بيلي مثل ما جاءتشوفون هاي الانتيرير بيلي وهي البوستيرير بيلي أو في دايجاستريك مصل ممتاز جدا طبعا الديجاستريك مصل بنوعا بادية بادية من هذا المنطقة السفلية الخاصة بالماندبل وبعدين ماسكة أين؟ ماسكة بالانترميديا تندن حالة حالة الأوموهايويد بها مثل التندن جايب المنتصف ماسكة بيه وهذا التندن أصلا ماسك؟ ماسك بالهايويد بون مثل ما جاءتشوفون بالهايويد بون بعدين ما صار؟ صار ان البطن الأخرى حتى هي ماسكة بالانترميديا تندن وبعدين الراك بيلي فوقها رايحة لمنطقة الماستويد هذه هي منطقة الماستويد مثل ما جاءتشوفون وماسكة هنا هذه هي منطقة الماستويد هذه هي البوستيرير بيلي الخاصة بالديجاستريك مصل ممتاز جدا حالة ما هو وظيفة هذه العضلة؟ من المكان أو من الشكل الخاص به نستطيع انها عندما تسوي على هذا الشكل ستكون نجرب ونتجرب شكرا هل استمرت فيه؟ هل ستكون في ارتفاع العضلة ثانية أنها تحركت الماستوى عرفنا عضلات تسوي دبريشن للماندبل أو تنزل أو تفتح الفم دعنا نقول بشكل بشكل بسيط لماذا؟ لأن هذه العظمة ثابتة وإن هذه العظمة ثابتة إذا هذه العظمة ثابتة وتحركت سيقوم بالحيويد إذا هذه العظمة ثابتة وتحركت سينزل الماندبل منطقيا نأتي لـ Nerve Supply المميز بها العضلة هو أنه الخاص بها الانتيرير بيلي مختلف عن البوستيرير بيلي مهم جدا هذا السؤال الانتيرير بيلي أو البطن الأمامية يغذيها منه يغذيها V3 أو mandibular branch of trigeminal nerve مهم جدا سيعطي branch هذا branch سيروح لل mylohyoid و سيروح لل anterior belly of digastric muscle مهم جدا هايوين يحدث يحدث عندما يعطينا inferior alveolar عندما يعطي inferior alveolar بهذا الشكل هذا inferior alveolar سيعطينا branch تمام سيعطينا branch هذا branch ما هو يغذينا mylohyoid ويغذينا anterior belly of digastric muscle ممتاز زيان الجهة الخلفية من هذه الخلفية سهلة جدا وبسيطة هنا من شونه طالع هذا النيرف من يقول لي هذا النيرف شونه هذا طالع من foramen تسمى بالstylomastoid stylo لأنه قريب على styloid process هذا مثل الشوكة القلم وأنك mastoid هذا هو mastoid process أو البروز الخاص بالmastoid هذا هو facial nerve هذا هو facial nerve مثل ما تشاهدون طالع facial nerve وسيلف وسيخرج على ما سيخرج للوجه وسينقسم في البروتيد إلى خمسة أقسام وسيغذينا muscles of facial expression commotor كتحريك مثل ما تشاهدون هذا هو facial nerve من يغذيها لاحق طالع نيرف صغير من يغذيها من يغذيها facial nerve عن طريق هذا النيرف وسنعود بأن posterior belly facial nerve cranial nerve number 7 بينما anterior belly cranial nerve number 5 عن طريق V3 بالتحديد ممتاز جدا نأخذ عضلة ثانية شاهدتها حاليا اللي هو العضلات اللي ماسكة بالstyloid هذا هو الstyloid عندك مثل الشوكة موجودة وراء الفك من الجهة الmedial هذه ماسكة بيها عضلات وماسكة بيها ligament أربطة أوكي هذه العضلة سنأخذ هذه الstyloid إلى وين رايح ماسكة وين باللسان هذه تستمع بالstyloglossus لا ستكلم عليها لأن لا لها علاقة بالنك نأخذ هاي ماسكة بالstyloid ورايح نازلة للأسفل ورايح ماسكة بالhyoid bone من الجهة الأمامية آه ممتاز أوكي هذه العضلة تسمى بالstylohyoid muscle من يغذيها بما أن هي طالعة من الstyloid يعني أفضل أن يغذيها الفيشيال نيرف ستجدون الفيشيال نيرف سوف يعطي حتى هو تغذية عصبية خاصة بالstylohyoid stylohyoid تمام هل هي infrahyoid muscle لا هي suprahyoid muscle تمام لأن إنفرا hyoid يغذيهم الأنسا cervicalus مع عدة هذه يغذيها hypoklossal nerve عن طريق C1 وإن هذول لا هذول suprahyoid العضلات التي فوق الhyoid يعني موضوعهم مختلف الdiagastric وإن هذه هي الstylohyoid تمام هذا facial nerve posterior belly facial anterior anterior belly V3 تركز تركز ممتاز جدا هذه عضلة stylohyoid ممتاز نأخذ الأربطة الموجودة في منطقة الرأس والعنق بشكل سريع كما ترون أربطة مهمة تثبيت العظام إذا لدينا عظم أريد أن نثبت وحافظ لأنه لا يصل لأي مشاكل ستكون بأربطة الرباط لاحظوا ما لدينا stylohyoid عضلات واربطة الرباط الأول من stylohyoid وما يقوم من الجهة الخلفية من angle of the mandible كما ترون هذا ما اسمه stylo mandible ligament مهم أنه الذي يجعل mandible يثبته على مدلات يصبح حركة زائدة وممكن يؤذي لنا منطقة TMG إذا حركة كبيرة كثيرة حسنا الش الثانية أن شخص من stylohyoid واربطة حد الصور الخاص الخاص بال hyoid bone هذا اسمه stylohyoid ligament مهمة تثبيت hyoid bone في مكانه ويضعنا حتى مستخدم لل pharyngeal و styloglossus muscle هذا هو ligament الثاني ممتاز نأخذ الليجament اللي بعد هذا كل مميز وكل مهم هذا وين جاء لدينا هذه trigoid plate هذه صفيحة trigoid هذه lateral trigoid plate medial trigoid plate هنا شيء يسمى trigoid hamillus عبارة trigoid hamillus عبارة مثل البروز بالmedial trigoid plate من اسمه trigoid رايح للماندبل رافق مهم جدا جدا لماذا؟ لأن تمسك به vaccinator وهي العضلة التي تكون مكونة للخد وتمسك به muscular constrictor muscle ثلاثة muscular mask وهو مهم جدا لأنه عبارة landmark أو المعلم التشريحي التي نستعمل أثناء عملية إعطاء inferior alveolar nerve block حتى نخدر بها الأسنان السفلية المحاضرات القادمة إن شاء الله تأخذها بالجراحة هذا المكان جدا مهم نأخذ الليجامت الذي بعدها من هذه المنطقة هنا لدينا lingula عبارة عبارة عن بروز عظمي أمام mandibular framen أو mandibular canale lingula الذي يدخل منه inferior alveolar nerve صح أمامها شيء يسمى lingula mask به هذه الليجامت أو هذه الاربطة و راح فوق كان ماذا يسمى يسمى بال sphenoid bone عبارة عن العظمة التي تشبه الخفاشة أو تشبه الفراشة بها منطقة sphenoid يعني مثل العمود الفقري الخاص به مثل center صحيح ماسكة به هذه الاربطة مثل ما جاء تشوفون هل سنسمى يلا اسم spheno mandibular spheno mandibular ligament spheno mandibular لماذا؟ لأنه رايح من البادي من sphenoid رايح إلى mandibular ويسمى spheno mandibular ligament ومهمة تثبيت mandibular حتى هو وبنسبة ligament الثاني هذه ligaments الخاصة بال temporomandibular joint هذه lateral ligament وطبعا من اسمها تأتي بشكل جانبي وتمسك بالعنق الخاص بالmandibular ومن الجهة العلوية من ماسك هذا articular eminence أو articular tubercle مثل الانتفاخ العظمي حتى لا يذهب mandibular إلى الامام بشكل كبير طبعا ligament وهذا عبارة مثل capsules لأن temporomandibular joint عبارة عن synovial joint يعني تحتوي على الساعة الزلالفة بها capsules أو كابسولة مغلقة على هذه السواعل وتعطيها حتى هو الدعم والحماية ممتاز هذا كانت نظرة عميقة على neck أو على الرقبة ماذا بقعدنا بقعدنا الشرائن والأوردة طبعا بحكم أن الفيديو صار طويل جدا سنأخذهم ونقسمهم إلى قسم آخر هذه كانت الشغلات المفوض نعرفها عن neck أخذنا بها شغلات كثيرة أراكم إن شاء الله بحاضرت أخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته